نروح لأخبارنا النهاردة ونبدأ بخبر من النادي الأهلي إدارة الكرة بيئة النادي الأهلي قررت تجديد عقد سلاسي الفريق رامي ربيعة ياسر إبراهيم حسين الشحات التلاتة بتنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري اللجنة لجنة التخطيط في النادي الأهلي قررت زيادة عقود اللاعبين التلاتة بنسبة 10% عن العقود الحالية اللي تنتهي بنهاية الموسم الجاري رامي ربيعة لحال الوقت ما فيش قرار نهائي من مرسل كولر بشأنه يبقى أو لأ بس هما هيجددوا العقد احتياطي يعني لو الراجل قرر أنه رامي ممكن يشوف فرصة ثانية فيبقى الراجل مكمل مع الفريق لو أنا ما كان النادي الأهلي رامي ربيعة بصراح دائما الأهلي بيحتاج له دائما كلما نتصور أن رامي ربيعة بيعت جدا تلاقي مثلا إصابات في المدافعين ييجي رامي ربيعة ويقدي يحصل إصابات في مركز زي الأيمن تلاقي رامي ربيعة نزل وقدي في وسط الملعب تلاقي رامي ربيعة نزل وبيقدي دا لو رامي ربيعة عجبه الدور دا في النادي الأهلي أنه يبقى دايما مأمن خطوط النادي الأهلي كلها بس ممكن يكون هو كلاعب عايز يلعب بشكل أساسي واستمر وأمور أخرى تتصوري يعني لو ما كان النادي الأهلي هأبكي على رامي ربيعة الدور دا أنا بحتاجه من بعض اللاعبين أنه يأمنني فأكتر من مركز اللي حصل إصابات لكن هو بقى يرضى بقى ولا لأه الله أعلم الله أعلم النادي الأهلي أيضا في الوقت الحالي بيجاهز لائحة جديدة خاصة ببطولة كأس العالم للأندية في اجتماعات في الوقت الحالي بين مارسل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيز مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عايزين يعملوا تعديلات في لائحة بطولة كأس العالم للأندية عشان يحفزوا اللاعبين عشان ياخدوا ميدالية أفضل من ميدالية النسخة الماضية واللي قبلها ميدالية البرونزية وما عايزين ياخدوا يا ذهبية يا فضية يعني يوصلوا للمباراة النهائية فهيحاولوا يحطوا في اللائحة حاجات محفزة للعابين إن هم يوصلوا لهذه المرحلة مرحلة المباراة النهائية في كأس العالم للأهلي هيبدأ فيه أول مبارياته يوم واحد فبراير إن شاء الله النادي الأهلي أيضا حتى هذه اللحظة من ناحية بيحاول يزبط المكافئات واللائحة بتاعت كأس العالم الأندية بس ما قررش إنه يفرج عن مستحقات اللاعبين اللي كان تم تجمدها بعد مباراة سيراميكا كوليوباتر هناك هناك رفض لفكرة الإفراج عن المستحقات وهيتم تأجيل الإفراج عنها حتى آخر مباراة للفريق قبل السفر إلى المغرب للمشاركة فيه كأس العالم للأندي ولأهلي في نفس الإطار رصد مكافئات كبيرة للعابين في حالة الفوز بكل المباريات المتوقية قبل المنديال ومنها مباراة الزمالك ده الوضع في النيادي الأهلي اللي احنا لسه مكملين معاه مارس الكولر قاعد قاعدة مع محمد مجدي أفشن في الساعات اللي فاتت وقال له إن أنت مستواك هايل جداً ونراضي جداً على مستواك الفترة اللي فاتت أشاد جداً بمستواه خصوصاً في مواجهتي ببرامدز وإنبي وقال له نصاً مستواك عجبني ومبسوط إنك استرديت جزء كبير من مستواك كمل على كده وتفضل تاخد الفرصة في المباريات اللي جاية تعارفين البداية مع مارس الكولر ما كانش بيشارك كتير محمد مجدي أفشا ولكن المباريات الأخيرة مارس الكولر بقى يعتمد على محمد مجدي أفشا في مركز الرقم 10 وده برونو سابيو في مركز الجنح أنطونيو سيلفا كاموس ده رئيس نادي ريو آفي البرتغالي النهاردة تحدث عن موضوع عزيز يعقوبو وإنه حيرجع تاني نادي ريو آفي بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي هو انتقد النادي الأهلي وقال إنه عودة اللاعب أو عدم التعاقد مع اللاعب بحجة إصابته ده شيء غير منطقي وغير صحيح وإن اللاعب شارك في عدد مباريات كثيرة في آخر عامين ونصف وإن اللاعب ما غابش حتى عن تمرينة عن الفريق خلال العامين والنصف وإن اللاعب سليم قال كمان إنه الأهلي طلب استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم دون مقابل دون مقابل تعالفين الأهلي كان بعد ما هيشتري اللاعب نهائيا قال طب خلص نجربه ست شهور وبعد كده نشوف ينفع نشتريه أو لا يعني نفع على البند الشراء أو لا بس الأهلي طلب ريو أفي بحسب تصريحات رئيس النادي رئيس نادي ريو أفي إنه الاستعارة استعارة اللاعب تكون فري ببلاش دون مقابل وده رفضوا النادي البرتغالي وقال إن الوضع بالنسبة لللاعب اللاعب جيد وسليم بنسبة مئة في المئة وإن كلام النادي الآلي كان مجرد حجة عشان اللاعب لعب 88 مباراة رسمية وأحرص 38 هدفا خلال آخر عامين ونصف قال إنه اللاعب ده هو أحد أفضل الهدفين في الدوري البرتغالي ولم يفوت أي مباراة أو تدريب وقال إنه في كل الأحوال اللاعب هيغود لنا ويستمر مع الفريق وهنستفيد منه ده تصريحات رئيس أفي مباراة كان معي محمد جمال وتحدثنا تفصيلاً عن إصابة اللاعب يعقوبه يعقوبه والرجل محمد جمال مباراة شرحها بشكل ممتاز الرجل الدكتور كمان يعني هو بيحل معنا كورة وهو أصلاً دكتور فشرحها بشكل طبي هايل جداً اللاعب سليم سليم يعني القطع في رباط الصليوي اللي جاله قبل كده هو تعالج منه وشوفه تماماً ولاعب عادي بشكل طبيعي بس لما اتعمل إشعاعات لقوا إن مكان القطع أصبح مكان يسهل إصابته أو تكرار إصابته مرة أخرى فالنادي الأهلي تفاهم ده وقال مش هاخد المخاطرة مش هاخد الرزق ده تاني خلاص لكن اللاعب كان يقدر يلعب يقدر يلعب سيت الشهور يلعب سنة ممكن ما يقولوش أصلاً إصابة بالرباط الصليوي مرة أخرى بس الأهلي مش هقدر يدفع المبلغ الكبير ده على لاعب ممكن يحصل فيه مشكلة ترجمة نانسي قنقر